بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين. كيف ما أودناكم أننا في كل يوم سنطرحوا مشكلة لأحد المتتبعين دينا ونجوبوا عليه إن شاء الله وتعالى. السؤال دي اليوم هو لأحد المتتبعين التي كانت قديمة معنا في قناة الأولى دينا قناة مشاكل قانونية قبل ما يتم الاختراق دينا. السؤال دي المتتبع الكريمة قد تقول السلام عليكم أستاذي الله يخليك أنا متتبع قديمة فكنت في قناة دي المشاكل قانونية وحزنت بزاف فشوقها عندك المشكل للقناة. ألف مبروك للقناة الجديدة وإن شاء الله سيتلقى إقبال واستحسن المتتبعين. مشكلتي أني حصلت راجلي كي يخوني مع بنت عمي. في الأول شكيت بحكمة الصرفات ديالو والهتمام ديالو الزائد بها. في الأول كنت نقول كيدير بوجي. لكن للأسف من بعد عرفت أنه بعلاقة غير شرعية معها. ما قلت والو سكت تحت جمعات الأدلة. واحد نهار حصلتهم دخلوا واحد دار. من بعد عرفت أنه كاريهة. ويقول لهم هادي مراتي. خليتهم تدخلوا. وعيدت البوليس. جاءوا ورقوهم في واحد وضعية صعيبة بزاف. ندوهم ودابا راهم في الحبس. تحكم على راجلي خيانة الزوجية. وبنتعمي بالمشاركة في خيانة الزوجية. دابا بغيت نطلق منه. ولكن بغيت حقوقي كاملة. إلا درت أنا أدعودي الطلاق. ما غاديش ناخد حقوقي. عفاك. قل لي شنو ندير. أنا مضمرة ونفسيتي مريضة بزاف. ما بغيتش نزيد نضرر حتى من الناحية المادية. وشكرا جزيلا. نتمنى تجاوبوني على مشكلتي. الله يجعلها في الميزان حسنا. أول شيء. نشكر أختي المتتبعة الكريمة. مجوابا على السؤال. السؤال المتتبعة الكريمة التي يقول بأنها حصلات راجلها وهو متلبس بالجنح هذه الخيانة الزوجية. وعلى إقل ذلك تم القبض عليه والحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية. وهي كتسأل الآن عن عن مسترى متبعة من أجل طلب الطلاق دون فقدان مستحقات دياله. أختي كريمة حيث أن المشلع المغربي في مدوانة الأسرة خاصة المواد من سدسين تلمية وواحد أعطى الحق لكل متضرر من العلاقة الزوجية أن يلجأ إلى مسترى التطلاق للضرار. وحيث أن الضرار مبرر لطلب التطلاق هو كل تصرف صادر من الزوج أو سلوك المشيين أو مخلي بالأخلاق الحميدة. يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعله غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية. إذن نصي يقول بأن الضرار الذي يكون مبرر للطلاق أو مبرر لطلب التطلاق هو كل تصرف صادر عن الزوج مخلي بالأخلاق الحميدة وكيلحق إساءة بالزوجة سواء من ناحية المادية أو المعنوية. وحيث أن تتبع الكريمة لما تعرضت لهم أخينا الزوجية سببت لها ضرراً معنوياً. حيث أن الحكم الصادر في حق الزوج كي تعتبر دليل على المطالبة بفسخ عقد الزوج. يعني أختي الكريمة أنه لك الحق في المطالبة بتطلاق للضرار. وأن دليلك على الضرر الذي يلاحق بك هو الحكم على الزوج لك بالخيانة الزوجية. يعني أن الخيانة الزوجية تابت عليه وصدر فيها حكم. وأن خيانة الزوجية سببت لك ضرر معنوياً. والمحكمة لديها السلطة التقديرية في تحديد مبلغ تعويض عن الضرر. إذن أختي الكريمة لا يجب عليك إلا أن تتمشي للمحكمة وتقدمه بطالب إلى السيد رئيس المحكمة. قسم قضاء أسرة. هذا الطالب لغة الدفعية يكون مرفوق بنسخة من الحكم الذي هو الحكم للزوجي لك. الذي هو خيانة الزوجية. وأنك الطالب بالتطلاق للضرار. وكالطالب التعويض. نتمنى أن نكون لدينا حسن ضمن لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.